إحنا لسه أسلتنا وخلصتش معلش يا كريم يعني كريم عنده برضو لا ومش بالسؤال أنا فيه بس يعني استحسان كويس إن حصلت اللقطة أو اللفتة بتاعت الاحتفال بعيدنا رد محمد الشناوي إن إحنا كنا متخيلين إن إعكاسات نتيجة لقاء مصر مع قطر حتنعكس بالسلب على الحالة المزاجية العامة لكل المنتخب طبعا وبصفة خاصة وده اللي يهمنا لعيدة النادي الأهلي إلى أي درجة هم داخلين بقى عشان يدخلوا في المود بتاع لقاء السوبر الأفريقي أنا بكلمت تحديدا على لعيدة النادي الأهلي اللي كانوا مشاركين مع المنتخب يعني شفت إيه منهم شفت إيه عليهم بعد لقاء مصر وقطر يمكن الحقيقة القيمة الكبيرة لعيبة النادي الأهلي تحديدا أنت عرف طبعا يعني كل نجوم من النادي الأهلي عارفين أهمية المرحلة وعارفين أهمية المباراة السوبر الأفريقي هي مباراة واحدة وليس أكثر من مباراة فمحتاجة لتركيز يكون كبير جدا أكيد بالتأكيد لعيبة متأثرة بشكل كبير طبعا من متخبنا الواطن لكن لازم ننفل الصفحة تماما لعيبة النادي الأهلي كابتن فرين للنادي الأهلي الشناوي وليد سليمان أيمن أشرف كل اللعيبة دي الحقيقة تتكلم مع بعض وعارف أهمية المرحلة لابد تغلق الصفحة تماما مجرد وصلنا طبعا زميل كريم زمي بكتلك إلى فندق لقامة استقبال اللعبين واستقبال الجهاز الفني للنادي الأهلي ده خلاص يمكن الده مرضود لعيبة النادي الأهلي إن انت لازم يكون عندك دوافع كبيرة جدا الرغبة موجودة وده اللي معروف عن لعيبة النادي الأهلي لكن الدوافع تجدد بشكل كبير تركيزنا يكون بشكل أكبر بأكد لك وبقولك على هذا الأمر القامات الكبيرة اللي عندنا طبعا وممكن نقطة اللي أنا أكدت عليها أكثر مرة عندنا أكثر من كابتن فريق بقيمة كبيرة جدا ده مش موجود غير في النادي الأهلي الأمر ده يمكن بينعكس بشكل كبير على اللعبين ومردوده على جمهور النادي الأهلي بيكون أكبر حالة اللعبين إن شاء الله بإذن الله يكون جيدة جدا منتظرين كل لعبتنا طبعا العاديين من منتخبنا الوطني نشوفها على الأرض الواقع في الملعب نشوف التدريبات نشوف الأمور ماشية إزاي لكن التركيز والرغبة والإصرار ده موجود لكن هي الحالة البدنية اللي بنأكد عليها إن إن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة وتحديد العامة القادمة يظهر كل اللعبين بمستوى جيد جدا إن شاء الله بإذن الله يتطرق بقى الأمور الفنية البيتسو موسماني اللي إن شاء الله بإذن الله يكون مميز جدا في اختيار التشكيل قيادته الفنية من خارج الخطوط تكون أكثر من رائعة ويتبقى بقى مجود جمهور النادي الأهلي الكبير وتحفيزه الأكبر إن شاء الله وهتافه اللي بيهز المدرجات إن شاء الله إن شاء الله يكون لي مردود كبير جدا على النادي عزيز الرحمن للأسف الشديد المنتخب ما فرحناش قوي فسنا نستنين أن الأهلي فرحنا